أحدث ما أعلن أحمد هو الإعلان عن أو كشف أربع أسماء جدد لجنود في صفوف الجيش الإسرائيلي قتلوا خلال اشتباكات مع مقاتلين ومقاومين في شمالي قطاع غزة وهذا خلال التوغل البري الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي عمليا بهذا الكشف يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا إلى 23 ونشير لأن هذا الرقم هو المعلن والمؤكد من قبل الجهاز الرسمي الإسرائيلي ولكن يوجد أيضا إعلان عن عدد من الإصابات ثلاثة على الأقل لأعلنه أيضا خلال صباح هذا اليوم الباكر وهذا أيضا قد يدفعنا إلى الإعلان عن مزيد من القتل خلال هذا اليوم وهناك أيضا استراتيجية على مراحل يعلن عن مقتل الجنود في البداية أعلن مساء الثلاثاء عن مقتل جنديين اثنين ومن ثم في صباح اليوم التالي عن تسعة جنود ومن ثم على مراحل واتباعا يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع أعداد قتله طبعا هذا بفعل الاشتباكات والمعارك الضارية حتى باعتراف وإقرار الاحتلال الإسرائيلي الذي عمليا يقول أنه يواصل عملياته البرية إلى جانب الجوية والبحرية في سياق المرحلة الثانية من هذه الحرب آخر البيانات والتصرحات كانت الليلة الماضية لم يصدر الجيش الإسرائيلي تحديثا ليجمل عدد الأهداف كما جرت العادة عدد الأهداف التي استهدفها خلال الليلة الماضية ولكن من تلخيصنا للبيانات السابقة أعلن في إسرائيل عن استهداف ما لا يقل عن 12 ألف هدف وهذا الهدف يتبع لي حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بحسب المزاعم الإسرائيلية أيضا يعلن في إسرائيل عن ما يسمونه تطويق لمدينة غزة من خلال التقدم في التوغل البري أيضا مزاعم سمعناها على لسان قيادات عسكرية وأمنية في إسرائيل وعمليا يقال أن الجيش يواصل هذه العمليات يواصل الإضرار بالبنى التحتية لحركة حماس حتى أنه زعم أنه قام بتصفية ما لا يقل عن 130 مقاتلا في الاشتباكات فقط خلال اليوم الماضي هذه كلها تقى في سياق المزاعم الإسرائيلية في إطار هذه الحرب المتواصلة أحمد